بغير حق أو حجة يحاول الاحتلال الإسرائيلي بشتى الطرق ودع سيطرته على مختلف الأراضي الفلسطينية عنوة وفردا واليوم إلى جانب العديد من العمليات الاستيطانية جاء الدور على شرق بلدة قفين شمالة الكرم هذه منطقة الأحراش هي المتنفس الوحيد لبلدة قفين قاموا بإغلاق الشارع مبارح أجوال الجيش وجرفات وأغلاقوا الشارع وهنا للأسف الشديد الإدارة المدنية تستغل الأحراش لمناقصات بقص الشجر وبيعه وإحنا قبل سنتين السلطة صادرت هنا شاحنات اللي كانت قصة الكرت وميخدته عشان المناقصات هاي ميخدتها من الإدارة المدنية على الرغم من الإختارات والإغلاقات والهدم مرارا وتكرارا يؤثر المواطن الفلسطيني على مواصلة العمل بأرضه التي تعتبر حقا لا يمكن التفريط به تحت أي ضغط كان أول مرة تعرضت لهدم الهدم الدار وبركس عندي هنا وهذه المرة عندي قرفان برضو نفس الإشي تعرضت لإختار ووقف العمل والبناء المفروض أنه تكون فيه دعم من السلطة دعم من المحافظة يعني المزارعين لأراضي الزراعية لازم تكون عندنا دعم مثالي لأعمار الأراضي الاستيطان الإسرائيلي يحاول دائماً السيطرة على أكثر ما يمكن من مختلف الجهات للمدن والبلدات الفلسطينية مؤشكلاً سياجاً خانقاً لمواطنها بدون شرعية حتى ولو بعض الجهات أقرت ذلك مساحات شاسعة فلسطينية الهوية مستوطن واحد وضع بورته الاستيطانية ليدعمه جيش الاحتلال باخطارات وإغلاقات لتحاط قفين شرقاً بعد غربها وشمالها من قفين لتلفزيون الفجر هبا مصطفى اشتركوا في القناة